السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا في قناة كوزين غشيدة الغزواني مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم إن شاء الله سوف نرى كيفية تحضير الكيش بلصوص بشامل والكفتة والخمش اللي يجيوزونين وبنينين بزاف الحشوة اللي سوف نعمر بها الكيش وهي الكفتة والبصلاء والزيتون والكورنيشون مع القصبور والمعتنوس والكامون واليبزر والملحة راني فايتلي صيبتها في الفيديو اللي داز كنت صيبتها باش عمرت بها ليسوشون وبقتلي وأنا دبا غادي كتشوفوا الصورة راكم حتلقوا الرابط ديال أسفل الفيديو هاد الحشوة كيم كنا نوجدوها ونحطوها في تلاجة ولا في الكونجيلاتور وكنعمرو بها بزاف ديالشكالات كنعمرو بها مكننا نديروها البيتزاي مكننا نديرو بها الخبيزات معمرين مكننا نديرو بها رغيفتها وما نعمروهم بها نعمرو بهم الخبز اللي كان طيبها في المقلع مكننا نزيدو عليها لفيرميسيل شينوا ونعمرو بها نعمرو بها هاد الخبيزات كان عمرهم بها الحشوة هادي وكنن طيبون في المقلع تقيلة مكننا نعمرو السوشون الكيش شكيلات بالعجنة ديال البطفيته كنعمروها بهذا الحشوة هادي وهذا الحشوة كيمكننا نزيدو عليها لفيرميسيل شينوا ونعمرو بها البريوات ولا الزيقار يعني بزاف ديال مملحات اللي كيمكننا ندخلو فيهم هذه الحشوة بالنسبة اللاصوس بشامل عات ألقى الرابط ديال أسفل الفيديو اسفل الفيديو دياله وعات ألقى الرابط الحشوة تلقوها أسفل الفيديو طريقة مع مقادر للحشوة وعات ألقى الرابط العجنة ديال اللي كيش اوه ألقى الرابط دياله يعني هذه المكوينات هادو نعمرو بحشوة peace كل واحدة تلقط ل míborough ذا با كيفية كيفاش نعمره هاد اليكيش. كنينجوش طرق يا إما كنخلطو الحشوة مع لصوص بشامل كنخلطو الكل وكنعمرو بهاد الخالد كنعمرو اليكيش تينا أو كنعمرو كنديرو مع القديا اللصوص بشامل ياللولا وكنديرو فوق منا الحشوة سافي وكندخلوهم طيبو في الفران كونسخون وكنديرو منيكا يخرجو وكنديرو رومو الفورماج من الفوق وسافي كيكونوا واجدين. سافي احنا عمرنا اليكيش تينا إذا كي جيو اللي هاد الشكل نعمروهم بلصوص بشامل ياللولا باليوكي في فوق الالصوص بشامل كنديرو رومو الفورماج سافي تبقناغين دخلو الفرانيه في دهو بالفورماج ونقدموهو علي هاد الشكل سافي كيجيو زويني نزفو كيجيو لتذين ولبت شيشة وتعميراتها هي الديدة كانت من الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها